فالتناشر يوم اللي بقات خاصك تعرف وخاصك تعرفي باللي ان هاد الضغط اللي كتدوز سميته المعرفة وذلك الشي اللي كتقرأ سميته القراية المعرفة هي كيفاش تتعامل مع هاد الضغط هاد اللي كتدوز ماشي القراية هي كيفاش دوزتي هاد المرحلة هادي اللي كنت كتتوجد فيها لشي متيحان سواء عندك باك حر او لعندك سيزيان او لعندك حتى لباك مثلا او اي متيحان تكون كتدوزوا دابا هاد تقدر تحسبو تشالنج اللي كتعرف فيه راسك كيفاش كتحفظ وشنو الطرق اللي زوينة عندك كتعجبك تحفظ بيها كيفاش كتقدر تفهم وش حال دي الوقت كتقدر تفهم واحد الحاجة واحد الصفحة واحد الفقرة الحاجة المهمة هنا هي انك تتعلم ديسيبلين في اي مجال تخلتي فيه من بعد الفن الرياضة العلوم كما بغى يكون كتتعلم واحد ديسيبلين اللي كتمشي بيها وكتتعلم كيفاش تتعلم هذا هو اللي خاصك بالطبط في هاد الوقت وفي هاد الشهر كامل تقريبا انك تخلتي في تحدي وكتعرف على النقاط دي القوة دي لكون النقاط دي الضعف نقاط القوة تقدر تكون كتفهم بالزربة تقدر تكون كتحفظ بالزربة تقدر كتكون كتحفظ بالصور او لكتفهم بالصور او لكتفهم بشي طريقة مختلفة على الناس اللي كيفهموا بالطريقة المعتادة دي الحفاظة كلكم فيكم باور ما كينش شي واحد ما عندوش واحد الطاقة يقدر يخدمها ضروري اتكون عندك طاقة لانه عندك دماغ ولكن في هاد التحديات الزوينة الباك، السيزيام، الباك حر هاده هما فينك تكتشف نقاط الضعف في الأول ونقاط القوة كيفاش كتقدر تفهم الحاجة كيفاش نحطه الكتاب وتفهم فيه جميع الأمور وش حالي الوقت غدي تستغرق فيه الأغلبية في البشر اللي كيكون كيوجد كي يخدم التفكير كتر كي يخدم بزاف ديال التفكير ولكن العكس او اللي يخص كتدير في بحال هاد البلانات ان هاده واحد الأمر اللي كيتعاود الجهوي كيتعاود الباك تيتعاود دائما منذ شحال هادي وهو كيتعاود ما عندكش واحد حاجة اللي غات تخصك تفكر ليها وانت تبتاكرها اللي عندو الجهوي يخدم جهوية بزاف غديمشي انفورم اللي عندو وطني خدم وطنيات بزاف غيمشي انفورم نفس استروجتور كتعاود كتبقى شي حاجة خفيفة هاك اللي خصك تخدم فيها شوية ديال الحفاظة او للتفكير او للفهم وكيكونوا عليها انو قد تقل من ذاك شي اللي غادي تخدم تمانين في المية اتخدم عشرين في المية وتعطيك نتائج ديال تمانين في المية مشي تخدم تمانين في المية باش تعطيك نتائج ديال عشرين في المية إلاجك ستريس وبديتي كتسول راسكو كتقوليك مانسيت هاديك هي الخطوة اللولة بالنجاح ديالك انك عطيتي واحد الوقت مهم لهذا الشي هذا حتى ولا مربوط بك عاطفيا الإخوان اللي عندهم الجهوي الجهوي غايكون سهل وبحل الجهوية اللي فاته والناس اللي عندهم الوطني الوطني غايكون سهل بحل الوطنية اللي فاته فلذلك ارتاحوا من هاد القضية خدموا بشوية اللي كي يخدم رغي يجيب مزيان هادي هي اخر حاجة بغيت نقولها لكم وكنتمنى للنجاح للجامع شكرا لكم على الاستماع وإلى اللقاء عرض الجهوي مازال مفتوح لناسي زيام وبعك حر علمي إلا كنتي بقي ما وجدتيش للمواد بربعة العربية والاجتماعيات والتربية اسلامية والفرنسية مرحبا بك في هاد العرض هذا اللي غادي تستفد فيه من جميع الدروس من البداية العام حتى النهاية والمنهجية للإجابة حسب الإطار المرجعي وجميع الأمور اللي غادي تحتاجها في المواد بربعة وفي البنية ديال الجهوي كيفاش كيت تحط مرحبا بك معانا اللي بغي تسجل ها هو الرقم التحت إلا كنتي بغي تستغل هاد الوقت اللي بقى وتيبارني الوقت وتخدم الجميع المواد معانا مرحبا بك معانا غاستطرق الدروس كاملين مع المنهجية للإجابة وجميع الأمور اللي غادي تحتاج الهدف ديالنا هو النجاح وأنك تكون واطق في نفسك وانتك الدوز الجهوي فاللي مهتم أنه ينخرط معانا مرحبا بك والتواصل معانا في الواتساب عادي تعرف تمن الاشتراك اللي رمزي جداً ومناسب لأي واحد وبشتعرف المعلومات كلها مرحبا بك معانا